مؤخراً زاد الاهتمام على المستوى الحكومي والخاص بالصناعات الثقافية الإبداعية وكمان دورها في دعم الحرف التراثية شفنا طبعاً معرض كتير جداً في كل المحافظات للحرف التراثية وتم إنشاء بيت التراث وغيرها كمان من الخطوات اللي بتهدف لي الحفاظ على هويتنا خلونا نتعرف أكتر بقى على تفاصيل زي الفن والإبداع قدروا أو بيقدروا أنهم يساهموا الحفاظ على تراثنا ويوصلوا للعالمية معظفنا اللي منورنا النهاردة في استوديو الدكتور الشريف منجود معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة وخبير في الصناعات الثقافية أهلاً بيك منورنا يا فندي أهلاً بيك صباح الخير يا دكتور صباح الخير أهلاً بحضرتك يعني حابين في الأول نعرف من حضرتك يا ترى إيه هي الصناعات الثقافية يعني البذات الإبداعية خليني أقولي فعرفنا عنها خلينا نتطفق أن الصناعات الثقافية كمصطلح هو مصطلح يعني بيضم فكرة الإبداع والثقافة يعني الثقافة كمصطلح أصلاً علمي هو بيضم مع الفن وبيضم مع الإبداع فخلينا نتطفق أنها صناعات الثقافية والصناعات الثقافية يندرك تحتيها الفنون المرئية الفنون الأدائية التراص كل ده بينضم تحت كلمة مصطلح الصناعات الثقافية وفي الحقيقة دول العالم كلها أصبحت تهتم جداً بفكرة الصناعات الثقافية لأنه هو مش مجرد أنه هو سك مصطلح أو حط مصطلح وخلاص لا هو عايز يتعامل مع الفنون بكل صورها التراث بكل أشكاله على أنه منظومة يقدر يحصل من كلالها على مكاسب يقدر من كلالها يشغل مجموعة كبيرة من الناس فمصطلح الصناعات الثقافية هو مصطلح يضم معها الفنون عظيم جداً بس إحنا كده ربطين ما بين بالنسبة للثقافة والإرث الثقافي الغير مدي والمدي والمدي طبعاً نربط لتنين ببعض طبعاً يعني أنت النهاردة أما بتكلم على السينما بيقول الصناعة السينما، صناعة الدراما، صناعة المصرح كل ده يندلك تحت الصناعة الثقافية صحيح نحنك بتتكلم مثلاً عن التراث الغير مدي عن الثقافة وغيرها وربطها بالحرف التراثية اللي هي تراث مدي مصرح كل ده يندلك تحت الصناعة الثقافية بمعنى أني النهاردة أنا وأنا بفكر في صناعة فيلم زي ما بفكر بالضبط في أن أنا أعمل معرض للحرف التراثية نفس طريقة التفكير أن أنا عايز أطلع منتج هذا المنتج يحمل روح معينة أو يحمل هوية معينة بقدمها للجمهور بتاعي بقيمة معينة على أساس أن أنا أقدر أدور عجلة الإنتاج في هذا المجال طيب إزاي في ظل التغيرات الكثيرة والسريعة اللي إحنا بنشوفها دلوقتي إزاي ممكن الصناعات دي خلينا أقول تساهم في الحفاظ على الحرف التراثية إحنا الحرف التراثية في مصر دايماً حتى في المحاضرات بقرر وبأكد على جزئية دي إحنا نملك يعني قرس عظيم جداً من الحرف التراثية ومشentRadio حرف التراثية إحنا بنملك قرس عظيم جداً يعني لو حطينا المصطلح الصناعات الثقافية وخدنا كلمة التراس بتاعنا فإحنا عندنا مثل صناعة الطعام نفسه أو الطعام الثقافية فلو احنا تتكلمنا عن صناعة الطعام نفسه احنا عندنا قرص ضخم جدا يعني الخبز بس في دراسات عملت جمعت الخبز اللي موجود في سوهاج اللي موجود في أينا اللي موجود في اسكندرية اللي موجود في يعني ده في حد ذاته ده قرص موجود الحرف التراثية بقى زي يعني لو كلمنا على صناعة الجلابية مثلا موجودة في الصعيد في شمال الصعيد غير جنوب الصعيد شوف مدى التنوع الموجود في حاجة واحدة فقط فانت عندك قرس ضخم جدا عندك صناعة الجريد مثلا في سهك من الحاجات النادرة جدا اللي مش موجودة ليرفق أماكن محددة وصناعة يعني ممكن نقول أصيلة جدا مصري يعني ما فيش عندك صناعة التلي أو تقديم التلي بصور مختلفة اللي موجودة في مصر وما يحمله من تراث بقى يعني ما يحمله من تراث فكري أصلا وتراث شعبي وتأكيد على الهوية بتاعتك فده موجود وموجود بأشكال بأشكال مختلفة في كل محافظات مصر فانت بتحط إطار في كل محافظات مصر بحسب حرفة كل محافظة بحسب حرفة كل محافظة يعني انت النهاردة لو جينا نقرر مثلا نحن نروح الفيون فانت ندور على مجموعة من الصناعات الثقافية التراثية دي تخص الفيون نروح يعني كل محافظة لها شكلها وليها بنقول عليها الأصول اللي عندها اللي تقدر أنت تستفاد منها وتقدر تقدم وده بيحصل بالفعل الحقيقي في كتير قوي جدا من المبادرات اللي بتعملها وزارة الثقافة ووزارات أخرى في الدولة فكرة أننا نقدر نحصل على الحرفيين اللي بقدروا يشتغلوا الأشجال دي ويبتدوا أنهم يعلموا غيرهم ويعلموا غيرهم على أساس هذه الحرفة لا تنقرك أنا عايزة أسأل حريك سؤال دلوقتي لو فيه نكلم على التراث اللي ليه علاقة بالأكل مثلا حال النهاردة لو دولة خدت أكلة معينة مصر مشهورة بيها غيرت حاجة بسيطة أوي فيها تقدر تنسب ده ليها ده حسب بقى القوانين الدولية يعني إحنا مثلا فيه حاجات بتقدر أنت تنسبيها نفسك وعندك أصول ليها وده بتقدر تعمله الوزارة مع اليونسكو في حاجات كتيرة حصلت وفيه لسه حاجات لم تسجل حتى الآن يعني اليونسكو هو بيسجل الأكلات أو بيسجل الملابس أو بيسجل مثلا حاجة معينة خلاص دي سجلت دي بقت بتاعتك لكن لسه ما تسجلتش بيبقى فيها لسه يعني عدم سباة الفيصل هنا إيه بقى بالضبط الفيصل لسه ما حددتهش من اليونسكو فأنت بتحاولي دايما يبقى فيه عندك ملفات وده بنعمله حتى في الوزارة نبقى فيه ملف لتسجيل أكلة معينة لتسجيل رأسة لتسجيل نوع من أنواع الحرف التراثية وده بيحصل يعني طوله كل هذه الحرف التراثية هي بتعبر عن هويتنا وجميع جدا نحن نحافظ عليها للأجيال القادمة إحنا إزاي بندعم هذه الحرف التراثية هل فقط من خلال المعارض مثلا ولا عندنا طوق أخرى يعني إحنا عندنا مثلا في الوزارة في سندوق التنمية الثقافية في صناعية مصر ده مشروع ضخم جدا مشروع مهم جدا في أنه هو بيحاول يحافظ على حرف تراثية الموجودة في مصر من خلال ناس تعلم أجيال مختلفة على أساس تفضل موجودة وتفضل طول الوقت مع الأجيال موجودة فيه معارض بتتعمل مش معارض بس جوا مصر معارض تمام برا مصر طول الوقت فيه يعني اهتمام جدا بالموضوع ده بس أنا عايز أنقل فكرة أن الصناعات الثقافية مش بس التراث يعني دائما إحنا بنظلم مصطلح الصناعات الثقافية على أنه تراث فقط أو على أنه الحرف التراثية لا هو في الحقيقة مش كده يعني صناعة الدراما نفسها صناعة ثقافية زي ما قلت لحضرتك الفيلم نشر الكتاب نفسه بأشكاله مختلف صحيح الترجمة من وإلى يعني من العربية إلى لغاته والعكس قولنا الطعام عايز أقول حضرتك كمان أنه بيعتبروا أن الجنائزية برا في بعض الدول صناعة ثقافية اللي هي المنظومة بتاعة الجنائز والمراسم المراسم بتاعة الجنائز الدين نفسه صناعة ثقافية يعني مش بكتسياته ولكن بالشكل بتاعه يعني أنت لو عايز التقوز بتاعته أنت بتعايز تشوف ده كله بيعتبروا صناعة ثقافية برا فالنهاردة مثلا التجربة بتاعة الصين مثلا في أنه هو أخذ البندة صناعة ثقافية دي يعني لما تتابع اللي هم عملوه مع فكرة البندة عندهم ويحولوها لصناعة ثقافية تدر عليهم مليارات الدولارات كل سنة خرجوك من إطار بس الحرف التراثية طب إذا نتكلم على الشخصيات اللي ممكن الدول تستعين بيها يعني عشان تدير طبعا عائد ماد كبير غير ده إحنا عندنا شخصية تراثية هامة جدا وهي الأرجوز تمام إحنا إزاي بنعيد أحياء شخصية زي الأرجوز بالذات للجيل الجديد الأطفال لازم نرسخ فكرة الأرجوز المصري ده يعني الشخصية الجميلة دي اللي بنلعب بيها وإحنا عارفينها من وإحنا الصغيرين إزاي نعزز أو يعني الفكرة دي لده الجيل الجديد أقول لحديك حاجة أقرب حاجة بتوصل للجمهور على طول طول الوقت هو صناعة الدراما بأشكالها المختلفة يعني أنا مثلا لو حضرتك عايزة ترواجي لمكان سياحي معين وعملتي فيلم مروائي طويل الفيلم كله بيدور أحداثه مثلا في أسوان هتلاقي أني نسبة الناس اللي بتروح للأسوان ابتدت تزيد بسبب الفيلم ده أو نجاح هذا الفيلم لو أنا مثلا عايز أرسخ فكرة الأرجوز أو أصيره فأنا لو حطيته في إطار درامي هلاقي الناس ابتدت تتجه إليه إن هي تشوفه في نفس الوقت المسارح اللي بتتعمل إحنا فيه في الوزارة مشاريع كتيرة لفكرة التجوال المسارح التجوال واللي بيعملوا ساعات بتبقى فيها عروض للأطفال بتبقى مرتبطة بيء التراث الشعبي بتاعنا فأظن هي الدراما هناك صناعة ثقافية بتقدر ترسخ حاجة أنت عايزة تقدميه عايزة توريها للجمهور بتاعك يعني الفاستفود مثلا لما الأفلام العالمية ابتدت تظهرها في أفلامها وفي الصناعة بتاعتها اكتحت العالم يعني هو أنت ابتدت تشوفها في الأفلام فابتدت تطلبها في بلدك أفلام كمان الأغاني يعني عندنا أغاني لغاية النهاردة عايشة زي زي عمد ربايلو الحاجات زي إحنا لو فكرنا فيها في كتابة معينة للأغنية معينة للأطفال أعتقد أنها ده شكل بقى يعني أبتدي أشوف أغير بقى في شكل الزناء أو أبتدي أقدم صورة جديدة للجناء مثلا ده هيقدر يساعد طبعا أنا بتكلم ده شكل بضرب مثل بس لكن فيه أشكال كتيرة نقدر نحي بها شيء معين طيب عظيم جدا وإحنا بنتكلم في النقطة دي تحدي نحن ذكرت أنه في مجالات إبداعية كثيرة من الصناعات الثقافية الإبداعية في منها الفن والموسيقى والغناء صحيح والحاجات دي كلها بس إحنا نهاردة بنركز أكتر على الحرف التراثية تمام أنا بس دايما وأنا فاهم طبعا ونحاول نشوف إزاي نقدر ندعم هذه الحرف التراثية فهذاك قلت أنه فيه أوجه دعم مختلفة بخلاف المعارض وحذاك ذكرت كمان أنه المعارض بتختلف من محافظة لأخرى بحسب طبيعة المنتجات وطبيعة الحرف الموجودة هل مثلا بنفكر في الترويج لحرفة ما موجودة في الفيوم في محافظة من محافظات جنوب الصعيد مش بتيجي أنك أنت تقول أنا عايز أروق لحرفة معينة أنت بتيجي أنك أنت عايز تهتامل تدعو العرضين من الفيوم للتواجد فيها بيبقى موجود بقى في معارض كتيرة جدا يعني محاولات كتيرة جدا أن هم موجودين في القاهرة موجودين خارج مصر لأن بعض الحرف بتبقى موجودة في مكانها وبعض الناس ما تعرفش عنها يعني لازم يروح المكان ده عشان يشوف الحرفة دي فأنت بتحاول أن تعمله معارض في أماكن هو صعب التواجد فيها نفسه وبتبقى مكلفة عليه جدا فأنت بتحاول أنك أنت تزلل ده عنده على أساس أنه هو يقدر يجي يعرض المنتج بتاعه مش بس في إطار مصر فقط لا بالعكس إحنا بتبقى في معارض دولية وبيطلع فيها صناع الحرف دي لبرة ومش حايز أقول حضرتك أنه مثلا في تجارب حصرت مثلا في الصين كانت على شغل الفضة مثلا كان يعني نجاح شغل الفضة بتاعنا نجاح ضخم جدا لأنه مختلف عن أي فضة في العالم فكان أنت استفدت من ده استفدت من اختلافك يعني التالي بتاعك مختلف عن التالي بتاع العرب فبرضو لما بيبقى بره بتلاقي نفسك ده مختلف جدا وهم بيحبوا قوي الشيء المختلف فتلاقي نفسك أن أنت عندك رواك كمان بره موجود ده حقيقي وده بيجليك يعني تكتشف لتول الوقت أنت عايز تسوق أكتر للعملية دي تحط برنامج تسويق الموضوع ده ده فيه محاولات كتير لي وفق برضو احتياجات السوق وفق الإمكانات اللي موجودة صحيح طب إحنا إحنا إستفيد بقى من التجارب اللي بره يعني بص أنا دايما أقول أن أعظم حاجة بره موجودة هي الموارد البشرية هو الشخص نفسه مش حاجة تانية يعني دايما يربطونا بفكرة الاقتصاد لازم مش عارف إيه ولازم نصرف أكتر هو الشخص نفسه اللي بيشتغل الإنسان ده هو اللي تقدر تشتغل عليه أكتر فتقوي شغله أكتر وتخليه هو كمان عنده إحساس أنه بيعمل حاجة عظيمة جدا أنه يقدر هي دي النقطة الأساسية آه طبعا العوامل الأخرى مهمة جدا لكن أهم عامل هو العنفر البشري لأنه هو اللي تقدر أنك أنت تنمي الموضوع أكتر تزود الإنتاج بتاعك تخليه علم غيره يعني هي المشكلة برضو في فكرة أنك تعلم غيرك أنك أنت عايز يبقى عندك أجيال إن معظم الصناعات دي بتبقى ساعة موروسة فيعني بالضبط أنت عايزة تفتحيها أكتر عايزة الناس تقدر تيجي تتعلم أكتر فأنت بتلاقي بقى عايزة تغير ثقافة المجتمع في الوقت ده يعني على فكرة إيه المشكلة أنك تشتغل في حرفة معينة ده لا يقلل من شيئاً بالعكس يعني أنت ممكن تكون أصلاً ثري جامعة بس بتشتغل بس أنا عايزة أقول حضرتك أنه النهاردة بنشوف من أنجح الناس على السوشيال ميديا هما اللي بيعملوا حاجات بيسموها كده يعني هند ميد أو حرف معمولة بالإيد شكل مصري أصيل سواء بدخلوا فيها الزخرافة الفرعونية أو الإسلامية وبتبقى بتحقن في كل حاجة وإعادة التدوير أو التدوير بتاع ده النهاردة بقى أصناع الوحدة يعني بقت في ناس عندها قدرة على أنها تعمل إعادة تدوير لأشياء أخرى بقى شكلها جميل جداً وبيبقى لها قيمة تمام فده هي ديت الأساس بتاعك هو العنصر البشري هو ده المهم جداً وده اللي موجود بره يعني أنا حتى دايماً أقول فكرة أني يعني التجربة مثلاً زي بتاع تصيل أنت حاسس أن الشخص نفسه مؤمن جداً بالله هو بيعمله وعايز يفضل موجود ده مش عايزه يندسر يعني مش عايزه يندسر بقوله ويضطني فيه كمان عايز وفيه بتشوف ده بقى هنا فسلاً عند بعض الحرفيين المؤمنين جداً تحس كده أنه هو إيه أنا مش عايز أعلم اتنين تلاتة لا أنا عايز مية هات لي مية أعلم يعني فيه ناس بتبقى من كتر حبها للمجال بتاعها هو مش عايزه يعني عايزه يفضل موجود لعاجد مش عايزه يندسر وعنصاد يعلم بالمئات بلا مقابل بلا أي حال يتعلمه بس الصنعة أو الحرفة تفضل موجودة ما تروحش في حت فأنت بحتاج بقى الجيل الجديد توعيه أنه ممكن تعمل ده لا يقلل من شأنك بالعكس ده أنت ممكن تصل للعالمية بي طب رسالة حضرتك إيه بقى أو رسالتكم إيه للمشاهدين النهاردة عشان خليني أقول ندعم أو أهمية دعم الصناعات التراثية والثقافية والإبداعية يعني النهاردة لو إحنا بنكلم الجمهور نقول لهم إيه هنا إحنا عايزين نطلع جيل وإحنا عددنا كبير جدا يعني الشباب نسبته كبيرة جدا في مصر فإحنا لو قدرنا أن إحنا نطلع أجيال مختلفة في مجالات الصناعات التراثية بتاعتنا بأشكالها المختلفة أظن إحنا بعد عشر سنين من النهاردة هنبقى وقفين على يعني أرض قوية جدا في هذا المجال هننافس لأن إحنا عندنا تراث ضخم جدا وعندنا زي ما قلت في الأول خالص أن إحنا عندنا في كل محافظة شكل مختلف من أشكال الصناعات دي فهتبقى أنت من أهم دول العالم في هذا المجال والمجال ده هو للعالم النهاردة يعني ألمانيا وتجربتها فرنسا وتجربتها بقى هو ده الاقتصاد بتاعهم ده أساس في الاقتصاد بتاعهم دلوقتي فأظن اهتمامنا بيها واهتمامنا بتقديم أجيال مختلفة في المجالات دي هو اللي هيقدي إلى ازدهار هذه الصناعات إحنا عندنا تراث وعندنا تاريخ في بعض الدول بتختلق تراث وبتختلق تاريخ وبيقدروا يروجوله بالشكل المناسب والمثالي اللي يستفيدوا منه احنا مثلا حضرتك على رسالتك للمشاهدين لأنه ممكن حد يسأل ويستفسر مثلا يقولك حافظ على هوية مصر عادي صنع طلعت أو حرفة طلعت وانتهت ودخلنا بقينا بنصنع حاجة تانية دلوقتي وتنتهي ويجيل بيسلم جيل وصنع بتنتهي ده مش حقيقي فعلا يعني هو نظرة لأن انت الدليل ايه ان انت نهارده لحد النهارده انت بتروح تشوف في المتاحف بتاعات العالم انت موجود يعني هو مهتم جدا باللي انت بتعمله والحرف ديت موجودة عبر الأزمان هي العيشة يعني هي اللي بتقول مصر موجودة ففكرة انه أصليه ده ونعديه وهو لا ده حقيقي انت النهارده دول العالم كلها بتدور على جزور ديها عشان تقول ان احنا كنا موجودين من الزمن انت اصلا عندك ده يعني انت اصلا مش فعبان في ده انت قريدي عندك انت لو قعدت بس قعدته هتظهر وهتظهر بشكل بسيط جدا مش محتاج المجهود اللي هما وليس نعيده احنا فاهمين القيمة المادية يعني لهذه سواء الحرفة الصناعة الشخصية ايا كان ايه هو اللي بيمثل تراثنا لان احنا زي ما خلاك قلت احنا عندنا تاريخ وعندنا احنا اغنية جدا 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 بالثقافة وبالتراث فمهم جدا ان احنا نحافظ عليه ومهم جدا ان احنا نعيد احياء بعض الحاجات اللي يمكن اندثرت او خلاص ما بقتش موجودة او ما بقيتش نسمع عنها عشان حتى لو احنا عارفينها الاجيال الجديدة كمان من حقها ان هي تبقى عارفة عن تاريخ مصر وتراث مصر الغني جدا كل الشكر ليك دكتور شريف منجود معاون وزير الثقافة لشؤون المتابعة وخبير في الصناعات الثقافية نشكرك يا فن شكرا جزيلا فن شكرا جزيلا فن